وإلى بغداد حيث الأجواء السياسية تزداد سخونة بعيدا عن سجال التصريحات عدت تنسيقي الشعين شقاق مجموعة من نواب حزب تقدم وتشكيل كتلة المبادرة برئاسة النائب زياد الجنابي خطوة مهمة لتسريع انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام المقبلة وقال النائب سالب العنبكي أن شقاق مجموعة من نواب تقدم أفقده أحقية الادعاء بتمثيل الأغلبية البرلمانية السنية والأغلبية أصبحت واضحة لدى الطرف الآخر ضمن تحالف السيادة والعزم والحسم وأضاف أن خسار التقدم للأغلبية البرلمانية يعني أن النائب سالم العساوي اقترب بشكل أكبر من منصب رئيس البرلمانة وسيكون انتخابه بالأغلبية البرلمانية المطلقة بعد عطلة عيد الأطحى أعزى النواب والعضاء المشقون في البيان سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة مما دفعهم لتأسيس كتلة المبادرة لفكل الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي ترجمة نانسي قنقر